مجلس الأمن في درالة روسيا سيد نيكولاي باتروتشيف الذي يقوم بزيارات عمل إلى الجزائر على رأس وفدها المحادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين وسبول الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر وتبادلت طرفان التحليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى هامش هذه الزيار التي شرع فيها أمين مجلس الأمن لفيدرالية روسيا أكد الفريق أول سيد سعيد شنغريحة أن هذه الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدين الجزائر وروسيا للتعزيز الشراك الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية بالأخص في مجال التعاون العسكري كما أضاف الفريق أول سيد سعيد شنغريحة أعتبر مسعى المساهمة في إرساء السن والتنمية المستدامة التي تتشارك فيه الجزائر وفيدرالية روسيا في ظل احترام سيادة الدول يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون تنائي وثيق يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين وفيما أشار أمين مجلس الأمن لفيدرالية روسيا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا وأشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة بإحلال السلم والاستقرار في المنطقة إذن هذه الصور المشاهدين لاستقبال فريق أول سيد سعيد شنغريحا استقباله لأمين مجلس الأمن لفيدرالية روسيا السيد نيكولاي باتروتشيب الذي شرع في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد أهم طبعا المحادثات بين الجانبين تناولت حالة التعاون العسكري والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر إلى مستجدات أحوال